القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالأمس حول قضية السحراء المغربية تضمن عناصر جديدة ومهمة تتعلق بمحورين أساسيين المحور الأول هو المصار السياسي والمحور الثاني هو ما يتعلق بالاستفزازات وبالأعمال الغير المقبولة التي تقوم بها البوليزاريو في منطقة شرط الجدار الأمني المغربي إذن هذا ما العنصرين الأساسيين اللي جاء بهم هذا القرار هذا العنصر الأول فيما يتعلق بالمصار السياسي تمت إضافة ثلاثة بقارات جديدة إلى القرار تتعلق بتأطير وتنظيم المائدة المستديرة التي ستتعقد بجونيف في خمسة وستاد جمبير 2018 وتتعلق كذلك بتحديد مسؤوليات كل أطرف هذا النزاع الإقليمي المتعل حول قضية السحراء المغربية وفضل إطار يبشر قرار مجلس الأمن إلى أن الدعوات التي وجهها المبعوث الشخصي وجهت إلى كل أطرف بما فيها الجزائر وذلك قصد المشاركة في هذه المائدة كما أن القرار يشجع ويحط كل مشاركين بما في ذلك الجزائر على المشاركة بدون شروط وبحسنية والعمل بكيف يبناء مع المبعوث الشخصي في جول من التوافق طيلة هذا المسلسل من أجل التوصل إلى تقدمه إلى نتائج إيجابية ومن هذا المنطلق فإن مجلس الأمن يكرس بشكل واضح تطور نوعي في المصر بالمقارنة مع ما كانت عليه الأمور من قبل في إطار مسلسل منهاست الجزائر من منطلق مسؤوليتها السياسية والتاريخية والقانونية في هذا الخلاف ندعو إلى الانخراج بجدية خلال جميع مراحل هذا المسلسل السياسي كما أن المجلس جدد في هذا القرار على أن الهدف من المسلسل السياسي هو الوصول إلى حل واقعي رقماتي ودائم على أساس التوافق وهي كلها مفاهيم ترتكز عليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي العنصر أو الشق الجديد الآخر في قرار مجلس الأمن يتعلق بالوضع شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية وشروط كيفية ومراقبة وقف إطلاق النار في هذه المنطقة حيث خصص القرار فقرتين جديدتين لهذا الموضوع في إطار دعوة الأطراف التي تقوم بعمليات استفزازية إلى احترام مسؤوليتها وهنا يمكن خلصنا نرجع شوية إلى الوراء ونذكروا بأن كان هناك واحد الوقت واحد الدعاية واحد الأحلام تتعلق بمنطقة محررة كانت تتعلق بأراضي يمكن تمارس عليها ما يسمى بسيادة يتم فيها تشير مباني يتم فيها حضور عسكري ويتم فيها كذلك يعني الوعود بنقل بعض المؤسسات لكيان وهمي إلى هذه المناطق هذا شيء كان في 2016 2017 تعامل المغربي كان بالحزن وضع الوضوح مع هذا الأمر خاصة انطلاقا من توجهات ملكية واضحة بتابعة قامت بها كل القوى الفاعلة في المغرب من برلمان من قوى السياسية الذي الرد على هذه الاستفزازات وكان هناك رسائل ملكية بحالي كانت تذكره إلى الأمير العام وإلى القوى الدولية الفاعلة حول هذا المضغر انطلاقا من هذا جاء القرار للمجلس الأمن في الأفريل الماضي والذي دعا البوليزاريو إلى الخروج من منطقة القرقارات وإلى عدم القيام بأي أعمال استفزازية في منطقة بير الحلو تحتاد الضغط الدولي البوليزاريو بحالي يحني الرأس ويقول بأن لا نقدمه ضمانات ووعود بأن نخرج من القرقارات ونراجع لها من أفريل ونتوقف على أي أعمال التي يمكن تكون استفزازية في منطقة بير الحلو وكان الرغبة من وراء هذه العملية باش أن يتخفف الضغط للمجتمع الدولي والتعامل للمجتمع الدولي مع هذه الاستفزازات القرار جاء كان ضمن مخيب الأمال بالنسبة للطموحات البوليزاريو والجزائر حول هذا الموضوع هذا بحيث أنه ليس فقط تم التأكيد على أن البوليزاريو يعترف بأن وجوده في القرقارات هو وجود غير شرعي ومخالف لاتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ولكن كذلك أن الوعود والدعاية اللي كان يدير بها في المخيمات وغيرها بأن هناك أراضي محررة تراجع ويقول بأن هناك ما سيتم القيام بأي أعمال في هذه المنطقة وكان يتمنى بأن مجلس الأمن سيخفف الضغط وأن مجلس الأمن لا يحاول أن يتوصفها ولكن مجلس الأمن سيعمل كذلك بالصرامة اللازمة وأكد بأن بقدر ما يأخذ علم بهذا الضمانات فإنه يطالب البوليزاريو بأن لا يعود إلى القرقارات ولا يقوم بأي عمل في بير الحلو والجديد في هذا القرار هو أن مجلس الأمن ضف كذلك منطقة التفاريتي إلى المناطق التي لا يجب القيام فيها بأي أعمال استفزازية أو أي أعمال تهدد الاستقرار في المنطقة وبالتالي فكل هذه محاولات التي كانت لتخفيف الخناق أو لفكل الخناق على البوليزاريو لم تفيد وأن الضغط الدولي ما زال واضح في انسجام مع ما طالب منه المغرب منذ مدة وهي توضيح أن الوضع القانوني لهذه المنطقة أنها منطقة لا يمكن أن تتواجد فيها أي تواجد عسكري أي تواجد مدني أو أي بناءات أو غيرها بالإضافة لهذه العنصورين المهمين لهم اجداد في القرار فإن القرار حافظ على كل المكتسبات التي كانت عند المغرب في القرارات السابقة سواء فيما يتعلق بأولوية مبادرة الحكم التاتي أو فيما يتعلق بالدعوة إلى إحصاء ساكنة تندوف أو إلى الدعوة إلى انخراط الأطراف الحقيقية في النزاع في أي مصار سياسي من هذا المنطلق فإن المغرب يجدد انخراطه في الدينامية التي تلقى المجلس الأمن انخراطه في تعامل بناء وصريح مع الممتل الشخصي حتى تكون محطة جونيف محطة ناجحة ومن هذا المنطلق المغرب أكد على أن التهيئ الجيد لهذا الاجتماع جونيف هو عنصر أساسي لأن كما يشير إلى ذلك مجلس الأمن المشاورات المسبقة والتحضير الجيد هو الضمان لنجاح المحطة المهمة في المصار السياسي والمغرب ستعامل معها طبعا انطلاقا من محددات واضحة وضعها الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2017 واللي كان عاود نذكر بها هي أولا لا حل خارج سيادة وخارج مبادرة الحكم التاتي لا مصار بدون مشاركة الأطراف الحقيقية في النزاع لا مضلة هال المضلة الأممية ولا نقاش حول قضايا جانبية مفتعلة مثل قضايا حقوق الإنسان أو قضايا التراوة الطبيعية شكرا المغرب لاحظ بأن القرار يتبمن عناصر مهمة وعناصر إيجابية